المنتج الكبير دكتور محمد العدل هذا الأستاذ اللي قدم سينما حلوة ودخل سينما شباب وقتها يعني كانوا شباب وقلنا كلنا شباب وقتها بس يعني هو من المنتجين المهمين لعدة أسباب ولكن أكتر سابة أنا كنت بحبه إنه كان منتج فنان كان بينزل يحضر تصوير أفلامه كلها ما فيش منتج بيعمل كده قلائل ولكن المنتج اللي عايزي أمنتج بجد ويقفان في الشغلانة دي بجد لازم ينزل يحضر شغله ويشوف ويقوم انتج فنان ويقوم داخل في السيناريو وفي الحوار وفي الإخراج وفي الموسلين وده اللي كان بيعمله والدك دكتور محمد العدل أكتر أفلامك اللي بيحبها لك أو أكتر أعمالك اللي بيحبها نفسه في إيه ليك؟ هو نفسه أكيد في كل حاجة كويسة لك بصي أنا أعلاقتي بابويا طبعا يعني وجهله ألف تحية طبعا احنا صحاب قوي قوي يعني تمام وهو مثلا رايح المدام وكسر الدنيا بس هو يقول لي ده مش ستيلي يعني مش طريق إذا تفرجت على أول حلقتين ثلاثة هزرنا شوية بس مش هكمل لك التلاتين حلقة يعني تمام فهو صريح جدا معي ولما بيعجبوش حاجة بيقول لي إنه مش عاجبها أزمة منتصف العمر كان بالنسباله أحلى حاجة أنا قدمتها يا عميل أكتر حاجة هو حس إن فيها نطج وحس إنه وكان بيكلمني بعد كل حلقة وكان بيستمى يعني عادة هو بيستمى المسلسل يخلص لكي يتفرج عليه على بعضه بس لا كان بيتفرج على الحلقة في حلقتها يستمى من أسبوع لأسبوع عشان يتفرج على الحلقة وكانت عجبية جدا وولد وبنت فهو بيحب جدا أنا بحب ولد وبنت برضو جدا بحس إنه كده لي مكانة الدراما التليفزيونية ولا السينما بالنسبالك كنت زمان لو جتي من ست سبع سنين كنت أقولك سينما 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 كلنا بس دلوقتي العصر اختلف تمام البلاتفورمز قدّت مساحة إنك تعمل سينما بشاشة صغيرة على عدد ساعات أطفل تمام بمعنى إن زمان كان في الآخر السينما سينما المنصات ما كانش فيه منصات كانت المسلسل فيه واحدة بيشتغل بالوحدة واربع كاميرات ما كانش فيه لسه الحرفة بتاعت السينما اللي اتنقلت للمسلسلات في المنصات اللي هي الميني سيريز تمام فهتلاقي دلوقتي كوانتين تارنتينو في اللحظة دي بيعمل مسلسل تمن حلقات تمام تيم بيرتن لسه عامل وينس داي خلاص كل الناس بتوع السينما راحوا على المسلسلات راحوا عملوا سيلبر سكرين دي بقت بالنسبة لهم حاجة مهمة مش بنقل مش بنقولها عشان برضو ما كلمين يتفهمش غلط إن هي زيها زي السينما لا السينما ستيل السينما اللي بتعمل تاريخ كريم السينما حتنقرد في يوم من الأيام كريم العدل لا يعني ممكن دراية حنا بينا بنشوف انتاج على التليفزيون على البلادفورمز وبتخش الأوسكارز ومواضيع مهمة فهل السينما دور العرض ممكن انتليم؟ لا أنا أنا عن نفسي ما اعتقدش لأن في الآخر السينما إحنا لحد النهاردة في فيلم معين بتبقي عايزة تنزلي من بيتك تروحي تخشيه في السينما في الشاشة كبيرة صح ما اعتقدش إن فيلم مثلا زي أفاتار هتبقي عايزة تفرج عليه في البيت عايزة تشوفيه في السينما خمسين في المية من متعته حيروح يعني مفيش متعة أو مارفل أو حاجات مارفل أو في حاجات كتير بتبقي مثلا أنا فضلت مستني الفيلم بتاع توم هانكس الأخير أمان كولد أوتو تمام فضلت مستنيه ينزل في السينما كتير عشان تروح تشوف عشان اروح أشوفه مع إنه فيلم لا أكشن ولا جرافيكس ولا بتاع بس المشاعر في السينما تملتي بلايز طبعا الشاشة كبيرة وإحساس إنك جوه الفيلم فما اعتقدش إن ده هينقرد بالسهولة دي كريم العادل النهاردة لو تعرض عليك فيلم السينما وفيلم على إحدى البلاتفورمز هتخرج لتنين بنفس التكنيك وإنت عارف إنه هيتفرجوا عليه هنا هيتفرجوا عليه هنا ولو إنت جاي بتخرج فيلم للسينما هتحس ليها إخراج مختلف يعني السؤال ده دايما يعني المخرج النهاردة إنت جاي لك سكريبت هتعمله فيلم بس هيتعرض وإنت متأكد إنه هيتعرض على الشاشة الصغيرة مش في دور العرض هل بيبقى تكنيكك مختلف؟ بصي أنا التكنيك بيختلف بالنسبة لي مش على حسب هيتعرض فين قدم هو على حسب السكريبت بتاعي عمل إزاي ده اللي بيحدد لي التكنيك ولكن فيه في الآخر بيزيكس بتبقي ماشية عليها علشان الفرق بين السينما والتلفزيون السينما أنت ممكن يعني في التلفزيون بتحبي إنك تبقي قريبة من الممثل بتستخدمي عدسات دايقة أكتر أو أنا يعني لشان هي طبعا في الآخر مفهز صحة وغلط السينما في الآخر الشغل كل واحد بيشتغل بدماغه بس بتحبي تبقي قريبة من الممثل أكتر من الممثل أكتر إن المشادي يحس إنه هو قريب من الممثل شايف نفسه ده بالضبط لما تيجي ريهم عبدالغفور بتعمل مشهد ماسترسين أنت حايزة تبقي قريبة بالكاميرا عشان تشوفي عينيها وتشوف ده في السينما على الشاشة كبيرة أنا ممكن مبقاش قريب بالقرب ده زي كده لما شفتي مثلا في ولد وبنت أحمد داود في الآخر وهو بيعيط إنتي شايفة البادي لانجوج وهو منحني والدنيا بتمطر وبتاع مش شايفة وشه بس وصلك المشاعر السينما بالضبط للمشاعر أكتر من الفيديو بكتر طبعا فهو عن ده اللي لازم تبقي حطاه في دماغك لو عندك ده وعندك ده بس التكنيك نفسه هيختلف على حسب يعني أكيد هاخرج الكوميدي بتكنيك غير الرومانسيق يعني تلعرض اللي هتعرض الشغل طبعا هي في الآخر هتفرق بس في الآخر بنتي هتعمل السينما السينما ده هتعرض في التلفزيون يعني أول ما يتشلم السينما هينزل على منصة هينزل على القناة مفتوحة هينزل على بتاع فبرضو بيعمل حسابك انه هتعرض على الشاشة يا شهر شكرا